موسيقى اهلا بكم متابعا في الثفير جاناليكم في لقاء جديد من لقائتنا ضيفة دينا اليوم ضيفة من مجال تصميم الأزياء معنا اليوم المصممة المغربية زهرة اليعقوبي اهلا بك للا زهرة شكرا مرحبا بكم شكرا بزاف لاهتمامكم من الموضوع دي الموضوع وهذا شرف لي باش ندير الحوار معاكم للا زهرة احنا كنت واجدوا الآن في لاتولية دي عليك كنشوفوا مجموعة من تصميم اللي متنوعة من ناحية دي القصات من ناحية دي الألوان ففي الأول أغنبغيون تعرفوا شكونا هي زهرة اليعقوبي زهرة اليعقوبي مصميمة أزياء اللي بدات في ألفين وجوج بديت واناك كنت مازالا كنقرأ في مدرسة دي الخياطة العليا من بعد بديت تدخلت كندير لدافيلة دمود في ألفين وجوج وانا ما زالت انقرأ ومن تم ما بدات الشهرة ديالي في لتليفزيون في لغوفو ومن بعد في ألفين وثلاثة كنت فيه جون تعلو ومن تم ما مشات المسيرة ودرت دي دافيلة أبو بارتو في العالم في نيويورك آتين باري لندر الحمد لله هو لاليست طويلة وجي إكسبوزي إكسبوزيت في واحد المتحف في الألمانيا في دوزلدورف اللي كتبوا علي يكتب على الإكسبوزيسيون ديالي لأنني من الأوائل اللي عسرنو القفطان المغربي هاد شي كان في ألفين وربعة ومن بعد تمت المسيرة والمسيرة طويلة فالزهر الإعقوبي كونهما أبرز الأسماء اللي عملكم الحمد لله بهذه المسيرة ديالي وهذه المسيرة اللي اعطاني الله سبحانه وتعالى تعرفت مع ناس كبار منهم كيموماخ كي بلوس منهم مياد الحناوي الشاب خالد ساميرا سعيد أسماء المنوار هدى ساعد درجة أقصابني ولا ليست طويلة فصراحة أسماء الخمليشي الممثلين تقريباً المغربين كلهم لبسوا من عندي خلال مهرجان السينيما لأنني بديت كندير مهرجان السينيما في 2004 كنت بحيلة قلتي سبونسور أوفيسيل ديال الفستيفال كنت تقلب بس قاع الستاغلي سيلي بريتين اللي كانوا في كي جو الفستيفال من مونا فتو أوسي كنت قدمت في 2005 كانت هي اللي قدمت لفستيفال ديال السينيما وكنت لبستها وكنت دارت سدجة لأنه كانوا هدروا على على الكافتة اللي كانت لبستها على شكل بأنهم لوحات فنية ليلة زهراء يعني ضروري غد تكوني على اطلاع وعارفة بأن كانوا حد الجدل متاردة باحة والقفطة المغربي وكان بعض محاولات أنه ينسبوه لدول أخرى شقيقة فشمون الرد ديالك على هد الأمر هذا أول حاجة اللي كان عارف في القرية اللي درت بأن القفطان القفطان المغربي أصنب بوصنب وهذه المسألة تطرحات في القرن الـ 14 فشدخل القفطان العالمية دياله وكان مغربي أصنب بوصنب من بعد إلى جنن هدرو على مثلا الناس اللي تيقولوا بأن القفطان القفطان مثلا ما هد البلاد ولا القفطان كل واحد عنده القفطان دياله غير هو كل واحد من ينخداء هد القفطان مثلا القفطان المغربي كيبقى قفطان مغربي لأنه الدار من المغاربة من دي ديستيناسيون اللي دازو من الموحيدين السعديين المرابطين وإحنا غادين وهدك القفطان غادي وتيكبر معانا وغادي وكي تزاد يعني كندوي على الزيد تقليدي لكل دولة منسبة القفطان المغربي فهو مغربي فهو مغربي طوروه لأنه كانت تنستلوه في مدينة فاس وفي مدينة فاس طوروه هذا القفطان وطورو اللباس المغربي وفي مدينة فاس ومن بعد الطورة كانت تلبسها غير الراجل هي وسلهم ومن بعد كما تنشوفوا بأن طورات الخياطة وطورات الاختزانة وجاءوا ناس اللي دخلوا المدينة فاس اللي هتا هما لعبوا دور في هاد التطور ديال القفطان هاد الشي على شغل نقدر نقول لك بأن القفطان مغربي أصنب بوصن وبر كنت الناس اللي كي يقولوا قفطان ديالهم ولكن هاداك القفطان جاي من الاستعمار ديالهم اللي تستعمروا مثلا من التركي لأن تركيا فاش استعمرت لأن التركي ما استعمرت العثمانيين ما استعمروا المغرب لأن كانوا غادي يدخلوا عنا ومبعد احنا يكن ضربنا البورتوغال لكي ما كان عرفوا فليست واغتو وهما ما ما قدروا يدخلوا عنا وقفوا في الجزائر ثم فين وقف الكافطان ترك يعني شنو تخدال لأن مثلا اجوردوي لزالجريا شنو تيل شنو هو اللباس ديالهم الكاراكو الكاراكو شنو هي لفاستو هو واحد السروا الواسع قندريس ها اللي ها بطح تل تحت هدا هو اللباس اللي كان ديالهم باش نقولوا بأن كان عندهم خطان الغربي الغربي وباش نزيدون تبتو أن القفطان المغربي وخم محتاجين فالكأن بس نأكدو على أن القفطان المغربي الج� فارجو شوية بي تاريخ وننبشو شوية بالتاريخ ديال القفطان المغربي فعرف هنا أو لقرب ينا كتر من التاريخ ديال القفطان المغربي الذي ضرر أن وعلى البحث يتحرك في القفطان. فيما يعرفون أن القفطان دائماً يدخل في فخص كبير. وعلى البحث يدخل في السياسة وعلى السياسة. يمكنك أن يتوجه وزير أو وزير أو وزير تاني. ما الذي يتعلق؟ وعلى البحث يتعلق بالمغرب. في القفطان كانت تتعرفون أن القفطان يدخل في العالم السياسي وكولترال وكوميرسي. في القرن الثاني كانت المدينة فاس العاصمة للأختزانة والعاصمة للأكتبات الكولترالية. بالقفطان والعاصمة الثقافية. كانت المدينة فهمينة الكهرباء. كم تلديني عاصمة الثقافية. وعلى البحث يتعرفون أن القفطان والجلد. كنا نعرفون عن الجلد. بلديني على البحث يتعرفون أن القفطان والإيتالي. يحضروا ونجرياً ونجرياً ممتعين ونجرياً يدخلوا فاس ودخلوا عن المدينة وقدموا من جميلة مدينة ودخلوا عددهم ونجرياً قمت بإمكاننا قوة في القفطان والليباس المغربي وقمت بإمكاننا قوة في القفطان المغربي وقمت بإمكاننا قوة في القفطان المغربي وقمت بإمكاننا قوة في القفطان المغربي ويحضروا فيه المناسبات اللي هامة سواء مناسبة فنية أو سياسية ثقافية مهم زي المغربي والله هو الخيار رقم واحد عند عدد كبير من النجوم فشنو السبب وراء هذا الأمر هذا اللي مؤخرا كنشاهدوه بشكل كبير؟ أول حاجة السبب اللي كان هو فاستيفال سينيما فاستيفال ديال السينيما لعب دور كبير مهرجانات السينيما لعبات دور كبير بالنسبة للقفطان وبالنسبة للشهرة ديال القفطان المغربي لأن كانوا كيجوا ممتلين مثلا أمريكيين مصريين من كل البلدان وكلهم فاش كيجوا بلهفة باش يلبسوا هذك القفطان المغربي واللباس المغربي وتاني حاجة كما تنشوفوا بأن المالك ديالنا محمد السادي صلى الله يحفظه هو السافر الأول ديال اللباس المغربي التقليدي واللي تيلبس أنا سنقول هو مصمم ديال الرسول لأن حتى هو يفي بارتي دو المصممين ديالنا ديال المغربة بسك ديفلوبة لبسة ديال الرجال المغربية مبقناش كنشوفوا جلبة صفرة ولا جلبة البيضة بحل لكنا غير إلى لحتي هذيش حال كنا كنشوفوا جلبة غير صفراء ولكن مع ملكنا الحمد للله كنشوفوا الألوان كنشوفوا تصاميم جداد وهو دائما فخور باللباس ديال المغربي وديالنا احنا كمغربة وفينما كيمشي لشي بلاد ولا كيمشي لشي بلاسة دائما كيلبس داك اللباس المغربي وما ننسوش بأن الزي المغربي ديالنا هو سيان كوستوم أوفيسيال بالنسبة لصحاب رسمي بالنسبة لصحاب الأقصر وكما تيقولون المخزاني المخزاني وهذه هي اللبسة المخزانية اللي يخص المرات اللبسها بقواعدها والراجل طبعا لا ممشوز كيلبس اللباس بقواعده لديك الزي المخزاني أو التصاميم أو القصات المخزانية فكنا لاحظوا أنه مؤخرا داو كيدخلوا بعض ولا كينو حد نوع من المزج مبيل القفطان والأزياء العصرية لدرجة أنه ما بقى تشريك الملامح ديال القفطان المغربي ولكن في هد السنوات الأخيرة السنتين الأخيرتين خاصة لاحظنا أنه كينو حد رجعنا القفطان المغربي الأصيل والقصات المخزانية ورجعنا للقفطان اللي كنا كنشوفو عند جدواتنا يعني نقع ولا الإحياء ديال القفطان المغربي القديم فشنو اللي ساهم فضل الأمر هذا؟ أول حاجة يلقيت لك القانون ديال الموضة بعدها هي رويضة كالدور يعني لامود كالدور دنك دبا هد العام جتنا جتنا موجة ديال اللي بس تقليدي لأننا رجعنا لليهم المورة هدي كالدورة كاملة اللي ضربنا ديال عصرنا القفطان ودخلنا فيه تحسينات وخرجنا اللي قصرنا هدرنا او جو دوي لامود لغو كالدور ورجعنا بحال عقرب الساعة وكاترجعي لهذاك لبوان دو ديبار اللي هو المخزاني والنخوة والطولة وطبعا مع هدل مع الاجيال اللي كاينين دا بحاونا باش نطوروه اللي بس تقليدي المخزاني وندخلو عليها بعد التحسينات ونعسرنوه واحد شوية باش يقدروا هدل الجنرغاسيون اللي طالعين اللي جون يلبسوه فاسيلمون فاحنا دابايا فصل الصيف وفصل الصيف وموسم الاعراس المناسبات والمناسبات المغربية ما كتخلاش من القفطان المغربية يعني ضروري القفطان المغربية كيكون حاضر ولكن كنعرفوا ان كيختلفوا الفئات العمرية اللي كيكونوا في هذه المناسبات فكاللقاوا شباب نساء كبار فكمو صممت ازياء شنو كل فئة شنو اللي كي نسبا كما قلنا من قبل على الجنرغاسيون هاد الجن الجن فام اللي كينين دابات يجو تطلب لك قفطان معسرا وطبعا مرال اللي كبيرة فالفلاج ديالها وكتطلب طلب القفطان المخزاني لانها كبرت بيه وكبرت عليه من من اللغمامه من جدودنا من جدود جدودنا وهو كيبقى وكيبقى دائما الليباس المخزاني نخوا وكيبقى بدك الطولة دياله وسترة دياله ولباس ديالنا المغربي هو الليباس مستور وكيمة نقول دائما بان الليباس المغربي ديالنا هو جمال المرأة المغربية وبنسبة الالوان فوش الالوان كتشوف شنو الالوان اللي درجة دابا في هاد يعني الموضة ديال الصيف الفين وثلاثة واشين شوف بالنسبة الالوان كل واحد كيختار عندو الاختيارات ديال الالوان ديالو أنا كنخدم اتخافي عن كاية تندانس وهدلو كاية تندانس اللي كتلقي عند كبار المصممين اللي في فرنسا ونيويورك والشين والإيطالي لأنها تما في كل مدينة في فرنسا ونيويورك وميلان وانشين في كل بلاسة كين برو دوستيل هاد البرو دوستيل هو فينك يتخدم لكاية تندانس وفينك تتخدم لالتندانس اللي غادي تخرج عرما سنجيو شو تنقولوا راه هادي خرجاء على موضة هكاك اللي رايجة فاديك الوقي ساعد كي خدموا عليها كتاب اللي تي خدموا عليه وهادك الكتاب هو اللي كي خرج قانون دي الموضة والقانون دي الألوان اللي خاص كتنمشي عليهم وحتى القصات كيفاش خاصهم يكونوا في كل سانة وهد الكتاب هذا كي خرج كل أربع سنين يعني كتبها الموضة أربع سنين وهي مداولة كنشوفوها يعني أنا كنخدم أتخافي هادك لوليفر كناخد لزانسبيراسيون كنستوحي أفكار ديالي منو ومن بعد طبعا كنتبقو على القفطان المغربي وكندخلو في اللباس المغربي وأنا مثلا هاد العام خدمت للمغرية والكولار فلاشي بسك مع البرونزاج البحار الشميشة وان بلوس حنا المغرب عنا الحمدلله دائما نسخون الجو ديالنا من الأول اللي كنقلو فاقع يعني كي لغونج البرتقالي أو الأخضر بدرجاته وحتى كي طلع المغال أو سيلا بخصون حتى ملك يتلبسوا ينفع كيتناسب مع فصل الصيف كيتطلع المغال كي يدير زعمه وكي يعطيك بونمين بزاف ديالوظائف عند اللون الفلاشي في الأخير أغن بغون شنو الجديد ديال تصاميم ديال زهر اللي أقول وفي الصراحة أنا كل دو سمين عندي جديد خاسكم ديبا تبقاوا تجيو لعلي باش شوفوا الجديد ديال با أنسى ممموني يبدأ حالة صلة اللي سمين شوفوها مجموعين و هذا الأدوان عاد نهضر عليها ونهضر على الدتاي ديالها وعلى اللي بغودري ديالها وعلى البغلاج إطوه والألوال اللي اختاريت وطول الأقميش اللي اختاريت وكل شيء بالنسبة ليلة اللي قدمت هدمت الدنتي اللاسوة اللي بغوشي كي يجيوزوينن بالنسبة لليماريي و بالنسبة للمجموعات تانية اللي خدمت في هاد الورغنزا في هالبغلاج في هالاسواء وكين تطرز اليدوي وكين طبعا اي حاجة عندها بالشغل المغربي كسا سواء اختزانال ولا التطرز اليدوي ولا البغلاج كله كان موجود في هاد الكوليكسون ان شاء الله شكرا لك بزاف مضام زهراء على استقبال ديالك اولان على هاد الوقت اللي اعطيتنا و هاد الكم ديال المعلومات اللي اعطيتنا فمشاهدين وبهكا كنكون وصلنا نهاية ديال لقاء ديالنا على امر انكم تكونوا سفتوا وانكم تكونوا سمتعتوا معنا في اللقاء الشيق اللي كان مع المصممة ديالنا زهراء اليعقوبي على امر ان نتلقى لكم قريبا جدا في اللقاء جديد مع ضيف جديد وموضع تيدو السلام عليكم اشتركوا في القناة